شكراً لكم هم يريدون أن يفتحوا باباً للتطبيع مع الكيان الصهيوني ووجدوا بأن البحرين هذا بغطاء وضوء أخذر سعودي التطبيع الذي يحدث في البحرين ليس بعيداً عن قرار الرياض السعودية لأن النظام الخليفي في البحرين اليوم كما تعرفون لا يستطيع أن يأخذ زمام المبادرة أو يكون لهم قرار في ظل هيمنة الرياض ومحمد بن سلمان على القرار في داخل البحرين ولذا اجتمعت عدة مصالح الأمريكان يريدون أن يفتحوا باباً للتطبيع الصهاينة يجدون أنه الوقت المناسب للتطبيع وإنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها وحرف البوصلة على الصراع مع إسرائيل إلى صراع آخر بين العرب وإيران والنظام الخليفي يريد أن يعزز وجوده أمام ما يواجهه من ثورة شعبية مستمرة منذ ثمان سنوات ولذا الخطة المكتملة لدى نظامة إدارة الرئيس ترامب هي أن يكون هناك تطبيع وأن تنهي صدقة القرن القضية الفلسطينية وأن يتفرق كل المجتمع الدولي ودول المنطقة للصراع مع الجمهورية الإسلامية في إيران لأنها تشكل شوكة في حلق الأمريكا